السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بنتحدث عن شاتجي بتيهي وجوجل بارد والبرامج تحت الزكاة الاصطناعي المنتشرة في الغرب. لكن هناك موديلز كثيرة موجودة في الصين مثلا. هناك موديل اسكوب. عامل فكرة النماذج الخدمة. هذا يعمل جمع نماذج التعلم الآلي الأقصر حاجة متقدمة بحيث أن تستخدمها بشكل بسهولة. السن عاملة بديلة للفيسبوك وعاملة بديلة للتويتر واوة والحاجات دي كلها. بيبقى فيها مزايا. فبالذلك لو حد مبرمج او حابب من هو السفد من الخدمة ديات. ما فيش اي مشكلة في الموضوع. الميزة ان المكتبة بتاعة الموديل اسكوب دي مفتوحة بمصدر. يعني انت تقدر تاخدها وتبدأ ان انت تقدمها كخدمة بشكل ما على الموقع بتاعك. يعني ممكن تعمل موقع مثلا يكون مثلا بيلخص المقالات او بشرح الكتب او بشرح المنهج. يعني ممكن تدخل مثلا كفكرة كتب المدرسية وتبدأ ان انت تشرحها. ممكن تخلي النموذج الآلي يبدأ يبتكر اسئلة ويبدأ ان هو يحط الاجابات او ممكن تدخلوه نمازج الاسئلة السابقة ويبدأ ان هو يشوف حاجات زيها. النمازج ديت متوفرة معها الابي اي ان انت تقدر تربط موقعك بها بسهولة وتقدر تخلي في حاجة كتير جدا زي موضوع معالجة اللغات الطبيعية والكلام والوساطة المتعددة والسيرة الذاتية يعني ممكن تعمل موقع ياخد المعلومات ويبدأ يعمل السيرة الموقع ده هنقدر نقول ان هو عامل زي زي جيت هاب هو هتعمل نفسه صفحة على الجيت هاب او هاجينج فيس. تمام او ها دي مثلا الموديلس اللي موجودة جواه طبعا الترجمة مش لغز لان انت ممكن تروح مثلا على موقع جوجل ترانسليت تقول له ترجمة للصفحة ديت. بالشكل دوت هتحط الرابط هنا بس تقول له detect language يعني اكتشف بمتال لغة وتقول له ترجمها للعربي في ابدأ ان هو ترجمها لك للعربي او للانجليزي بحيث تفاد من المعلومة يعني نبدأ نشوف اخر التطورات اللي موجودة في المجال اذا كان لسمعنا فتبدأ ان انت استطاعه عندك open source وتبدأ ان انت تستفاد منه وتعلم منه وتعمل حاجة خاصة بيك وتطور على اللي هم عامين ان شاء الله